موسيقى يا بونا أنا منذ طفولتي كنت بفكر في الرهبنة وبروح خلوات كتيرة قوي وقريت كتير عن الرهبنة وأخذت قراء الأباء الرهبن ودايما كانوا يقولوا لي إيه الخطوات اللي عملها الأول وإني ضروري أنجح في العالم الأول عشان أقدر أدخل الدير وأشكر ربنا أنا بقيت ناجح جدا في العالم ولسه فكرة الرهبنة مسيطرة على فكري بس جيت في فترة من أربع سنين حست أني مش قدها وأجرب أرتبط وأعيش مع ربنا في العالم وارتبطت ببنت ربنا وبقالنا أربع سنين بس حاليا أنا مرتاح معاها بس في نفس الوقت أنا حابب الدير أكتر وعايز أعيش مع ربنا في الدير وأندر نفسي ربنا وصرحت البنت بالموضوع ده وهي كانت عارفة أني دي رغبتي من زمان وقالتلي فكر كويس وأقعد مع نفسك وقرر وهي متفهمة الموضوع وأعرف وأعرف شخصية ارتبط كذا مرة في الآخر قرر أن يترهبن وبفعل يترهبن من ثلاث سنين ياريت يا أبي تقول لي رأيك وتقول لي أعمل إيه ضروري أنا محتار جدا أنا مش عارف أنت ليه ما كلمتش أب باعترافك وسمحني أعاتب يعني تبقى في علاقة ارتباط مع بنت أربع سنين وبعد أربع سنين تقول لها أنا فكر رهبانة ملحة علي أكتر منك أنت أنا مش بقول لك تتجوزها جبر خاطر لا مش بقول لك بس غلطة غلطة الإنسان النادج بيقدر يوصل لقرار بسؤال الله وسؤال المرشد الروحي والتردد على الأباء الشيوخي اللي في الدير إذا كان طريق الرهبانة ولا لا وبعدين وانس أنه هو أخذ وبعدين التردد أنك أنت بتسألني أنا أنا لا عارف تدبيرك ولا عارف قانونك الروحي ولا عارف قانون تأسبحتك ولا عارف خدمتك بتخدم إيه ولا عارف أي حاجة عنك فأنا مش هقدر أجوبك اللي يجوبك أبوك وشوق الرهبانة بس أنا عندي عتاب يا أولاد لو أنت مش مستعد للارتباط قوعة تتقدم لبنت بنية الارتباط كمان تلات أربع سنين البنت بتتعلق جدا جدا والموضوع ده بيستحوزها وممكن ظروف تانية أو ناس تانية تتقدم لها ترفضهم وإنت ما كنتش أمين وضيعت أربع سنين من عمر بنت تخيل لو أنت البنت دي هيبقى شعورك إيه وتخيل لو دي أختك كان هيبقى شعورك إيه من اللي عمل فيها كده بس عايز أقولك حاجة مش معنى كده إنك لأ أنا جرحتها فهكمل وارتبط معها أنا ما قلتش كده أنا بلوم الموقف نفسه إن ما ينفعش واحد يعشم واحدة أربع سنين تعارف وفي الآخر يعمل كده دي قصة مختلف عن قصتك طيب أنت قصتك إيه أبع اعترافك شيوخ من الدير امتحن نفسك كويس قوي لأن المتلألق ده ما بيوصلش الحاجة ما أنا خايف أنت دلوقتي تقول أنا بفكر وقت روح الدير تقع تلبس جلبية بيضة سنتين تقول أنا إيه اللي عملته في نفسي ده وتبقى العارف تمشي كده ولا تمشي كده يا ابني أوقات الموضوع بتاع الرهبانة ده بيبقى أبسليوت عارف يعني أبسليوت يعني مطلق كده مش هقدر أتجوز أنا عندي ميور رهبانية وبحب الرهبانة بس أنا لأ خادم وحركي ومش هعرف أترهبن أو أنا أعرف نفسك يا ابني أعرف نفسك واسأل أبا اعترافك لو سمحتك